السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة InfoTech for You معاكم ماروة سليمين وفيديو جديد إن شاء الله يكون فيديو مفيد على قناتنا فيديو النهاردة عن الشكل الجديد لبينج AI لو دخلت على متصفح Microsoft Edge حتلاقي إن الآيكون الخاصة ببينج AI اتغيرت يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي تحولت لي شكل لو قفت عليها بالمنظر ده هتديني Co-Pilot with Bing Chat طبعا زي ما قلت لكم فيه آخر فيديو عندي Windows 11 New Updates ياريت الناس كلها تحدث الفرجن الخاص بWindows 11 طالما الفرجن بتاعها أصلي أهم حاجة لازم تحدثه علشان آخر نسخة زي ما قلت لكم فيها شوية أدوات ممتازة جدا فأتمنى إن الناس تستفيد بهذه الامتيازات والناس اللي مبصتش على الفيديو الخاص بWindows 11 New Updates AI Tools أو آخر التحديثات في Windows 11 التي تعمل بالتكالي ممكن ترجع للفيديو السابق حتلاقي شرح كامل لهذه الأدوات Co-Pilot Assistant أو Bing AI دلوقتي بيستخدم Co-Pilot Assistant أو مساعد Co-Pilot باستخدام GPT-4 وGPT-4 Model من الموديلز اللي ممكن أنك أنت تستخدمها علشان تحصل على نتائج دقيقة عبر الويب وأيضاً تحليل وأناليسيز وصور وحاجات كتيرة جداً جداً طبعاً إحنا عارفين إن شات GPT 3.5 بيشتغل بشكل مجاني وشات GPT-4 بيستخدم بشكل مدفوع فممكن تستفيد بـ GPT-4 Model الموجود في Bing AI وتحصل على نتائج أيضاً دقيقة تحصل على أيضاً صور دقيقة وأناليسيز ويقدر يحط لك الحاجات بتاعتك داخل تيبل ويحللها والكلام ده كله بقى موجود دلوقتي في Bing AI أو Co-Pilot with Bing Chat أول ما حتخش كده تروح تفعل Use GPT-4 زي ما إحنا شايفين بيديك طبعاً شوية حاجات لكن أنا شايفة أن من أهمها جنريت بيج سامري لو أنت فاتح أي بيج قدامك هو ممكن يديك سامري أو ملخص للبيج اللي أنت فتحه نفترض أن أنت بتقرأ أرتيكال أو مقالة وإنت عايزها فبيديك سامري وممكن تطلب منه أنه هو يحولها لك للغة العربية أو يترجمها لك للغة العربية حيقوم بهذا الموضوع أو يقوم بترجمة الحاجة اللي أنت عايزها للغة العربية كمان أنت ممكن أنك أنت تروح تعمل هنا كومبوز بالمنظر دا ومن كومبوز أعتقد أن احنا تكلمنا ببين جاي من قبل تكتب أي حاجة أنت عايزها خاصة بباراجراف أنت عايزه إيميل أنت عايزه أفكار أنت محتاجها عايز تكتب بلوك بوست ممكن تستعين بالكوبايلوت أسيستنت في هذه الجزئية أن أنت تقوله مثلاً هنا رايت أباوت مثلاً أي حاجة أنت عايزها عايز تكتب مثلاً بوست على لنك دقين معين ومحتاج أن أنت تكتب بتون بروفاشنال شوي فهنا مثلاً ممكن أقوله AI تنافتس مثلاً على سبيل المثال بشكل بروفاشنال وده باراجراف والدهولي شورت مش عايزة طويل وجينيريت هنا في البريفيو حيتدي ديك الحاجة اللي أنت عايزها فبقى يسهل عليك تكتبه خصوصاً باللغة الإنجليزية ينكتب الناس اللي بتكتب عليك بأنه بيبقى بلغة الإنجليزية لأنه أنت بيبقى عندك فولوورز من بلاد كتيرة جداً جداً فممكن ينفعك الجزئية دي هنا أعطاني البنافتس بتاعة AI مثلاً لكن أنا أرجع تانية أقوله يعني أعملي ريجينيريت مرة تانية وإد تو سايد يعني أبتدي أن أنا أقوله إد الحاجة دي تو سايد معين مثلاً سي لو أنا وقفة على نفترض مثلاً الفيسبوك بيج أفترض فيسبوك بيج بالمنظر ده كده بكتب بوست كرياد بوست بالمنظر ده كده ممكن هنا أقوله إد تو سايد إد تو سايد حيبتدي يضيف لي الحاجة اللي أنا عايزاها هنا على طول شوفوا قد إيه الموضوع سهل وقد إيه الموضوع ممتاز يعني أنت كل اللي عليك أن أنت الحاجة اللي هو حيكتبها أنت هتقوله إد تو سايد يضيف لك الحاجة دي إد تو سايد زي ما إحنا شايفين ممكن كمان يعمل ممكن هو يضيف حاجات تانية ممكن يريرايت البراجراف أو لو روحت عملت بلاس قل له ريرايت البراجراف يعني أنا ممكن أقوله هنا نفس الموضوع read رايت ذا فاراجراف إن عرب أوكي وابتدي أن أنا أقوله اكتدي الكلام ده باللغة العربية حيبتدي أنه هو يكتبها باللغة العربية وقدر برضو كده روحه هشيل الكلام ده خالص ديليت وحيبتدي الفوائد طبعا أنت هتعدل يعني مش يعني إيه أنت ممكن أنك أنت تعدل على البراجراف ولو مش عجبك أعمل regenerate وبعد كده في الآخر خالص هتبتدي أن أنت تadd to site هيدفلك باللغة العربية ولكن بعد طبعا ما يخلص تماما هتعمل add to site نفس الموضوع بقى بتون casual بتون informational عايز تكتب email فبتروح للجيميل وتعمل add to site بيضيفه للجيميل على طول بيديك ideas blog post اللي أنت عايز فأنا شايفة جزء متعلق بالcompose ده ممتاز جدا 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 وهرجع تانية يقول لك استفيد بجي بي تي التقنية الخاصة بالجي بي تي لأنه هو بتديك نتائج ممتازة جدا ممكن على طول تقول له create an image about مثلا about future اي حاجة يعني مثلا فنشوف مثلا هنا ممكن يستخدم ايه؟ هنا ممكن مثلا يستخدم ده الإي version 3 مثلا رخاص بيبنج إنه هو يعمل لك صور هو بيقول لك I will try to create that فهنا بيقول لك استنى كده وشوف ال generation بتاعي هيكون شكله عامل إزاي؟ ونشوف النتيجة بتاعته هيبقى شكلها عامل إزاي؟ بيديك أفكار وبعد كده مثلا اهي ادي الصور بتدي انك ده مثلا تتوسع الصورة اللي انت عايزها ممكن تعمل لها واتزبطها لو انت عايز او تعمل لها شير او تعمل داونلود وتضفها فبقى دلوقتي تقدر تكتب البوست عن طريق بنج AI باستخدام الكوبايلوت وتقدر كمان انت تنشئ صورة وتحمل الصورة وتضفها للبوست اللي انت أنشأته بصراحة موضوع حيوفر عليك وقت ويوفر عليك مجهود مش بقولك تاخد الحاجة generation وتحطها زي ما هي ضيفها عليها طبعا وعدلها ممكن يكون فيه كلام مثلا مش منطق شوية باللغة العربية ولكن انا شايفة ان هو بنج AI الكوبايلوت أسيستنت بقى فعلا مميز جدا دا حاجة انا كنت حبة ان انا اتكلم عنها جديدة واتمنى الناس في التعليقات تقول لي هل موجودة عندها ولا لا او زي ما قلتك تاني اعمل تحديث للبرجن الجديد لو انت الاصدار بتاعك الخاص بويندوز 11 اصدار اوريجينال تقدر انك انت تعمل تحديث عليه لاخر اصدار واللي هو فيه ادوات ممتازة جدا بالذكاء الاصطناعي وبرجع تاني اقول لك لازم يكون يعني ما تعملش الموضوع دا الا في حالة النسخة الخاصة بيك نسخة اوريجينال نحن نكون كل اللي احنا بنقدمه يكون بيفتكم اتمنى الناس يتجاوب اكتر في التعليقات انا حاسة كده ان الفترة الاخيرة القناة شوية كأنها يعني ايه يعني شفافة خالصة على اليوتيوب مش بيوصل الناس كتيرة جدا جدا فاتمنى ان الناس تحاول انها تتفاعل مع الفيديو لو عجبها طبعا اكيد وتقول لنا حتى لو في حاجة ما عجبتهاش تقول لنا احنا مرحبين بكل نقد بناء اكيد دا بيدفننا كتير جدا وبيساعدنا نحن نحسن من المحتوى اللي احنا بنقدمه اشوفكم في فيديو القادم باذن الله تعالى على قناة انفو تيك فوريو زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل بديد لو كنتوا بتشوفنا لأول مرة ولو كنت من متابعين الاعزاء متنساش لايك وشيروا الكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة